اشتركوا في القناة نحرم منها لا نستفيد منها تذهب سبهرنا والعمر والزمن أغلى من الثمن أغلى من الذهب وأغلى من الفضة الذهب والفضة لو ذهبت يأتي بدلها بدلها شيء لكن العمر والزمن لا أتي بدلها شيء إذا ذهب ذهب ما فيه رب ولي أخر الله نفسا إذا جاء عجلها والله خبير من جناة عملون حتى إذا جاء أحدهم موت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا ما في رجوع إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبحث لو لا أخرتني إلى عجل قريب فأصدق وأكون من صالحا أنت الآن في مهلة يغتن من الوقت يجعل لنفسك حزبا من كتاب الله عز وجل يجعل لنفسك وقتا للعمل الصالح قم في آخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر ناجي ربك ودعو كأنه تعالى ينزل للسماع الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستأخذني فأعطر له من الذي لا يقدر أن يقوم قبل الفجر بنفسك أمر بسيط جدا نحن نسأل الله أن يرحمنا برحمته لا نقوم ثلث الليل ونصف الليل لكن آخر يمكن أن نقوم نصف ساعة فقط نذكر الله فيها نتوضع نصلي ما شاء الله نوتر هذا أمر أظنه بسيطا جدا كذلك أيضا نجعل حياتنا كلها ذكرى لله فإن المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرى لله لأن في كل شيء أمامنا آية من آية الله آية من آية الله فإذا ذكرنا هذا الشيء الذي أمامنا من آية الله ذكرنا بذلك الله عز وجل ذكرنا الله فيكون الإنسان دائما يذكر الله عز وجل بما يشاهد من آيات الله الكونية بل بما يشاهد من نفسه وتقلباته القلب الآن أنا أسألكم هل قلوبكم على وثيرة واحدة دائما لا في غفلها أحيان في إنابة أحيانا في تذكر أحيانا في حياة بينة أحيانا أحيانا يحيا قلبك حياة تتمتع بها مدة من الزمن تتذكرها ربما تتذكر حالة وقفت فيها بينة الله عز وجل مصليا ساجدا وقبل ثلاثين سنة أو أكثر حسب عمر الإنسان لأنها أثرت في قلب فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نستغلها ينبغي أن نستغلها وأن لا نغفل فالغفلة موت قصر للقلب وموت للقلب يقول والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحمان فزنا تتقطع من حمانها لكنها سكرى لحب حياتها الدنيا وستطر القلوب سكرى بحب حياتها الدنيا تسعى للجنيا أولا وآخرا ينام الإنسان وهو يفكف الدنيا يالسيق الله وهو يفكف الدنيا نعم ومتى تفيق قال وسوف تفيق بعد زمان متى عند الموت يفيق الإنسان يقول لا يتنيفعات لا يتنيفعات وأشد من ذلك إفاقة إذا كان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ وأجفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر